اعزائي طلبات وطلبات الصف الثاني الاعدادي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم نهر دا نستكمل مع بعض الدرس الاول في الوحدة التانية ونستكمل حديثنا عن خصائص الصوت ماذا لو لدينا نغمات نريد معرفة ترددها نجد ان العالم صفار استطاع مساعدتنا في تعيين تردد نغمة مجهولة من خلال عجلة صفار ايه عجلة صفار عبارة عن ايه بتتركب من تروس دائرية مسننة تختلف عن بعضها في عدد الاسنان وتدار باليد بواسطة سير يمر على عجلة كبيرة طيب الاستخدام بتاعها في ايده استخدم عجلة صفار في تعيين درجة او تردد نغمة مجهولة فكرة العمل نجد انه بيتم الاستماع الى النغمة الصوتية المراد تعيين درجتها حتى تألفها الازم منبتدي نسمع النغمة دي عدة مرات الى ان الازم يعني تألف النغمة دي بحيث الاول ما نسمعها نقدر نميزها تدار عجلة صفار في نفس الوقت الذي يتم فيه ملامسة اسنان تروسها بصفيقة رقيقة مارين يتم تغيير سرعة دوران العجلة حتى تسمع النغمة المماثلة للنغمة المراد تعيين درجتها عايزين نقف وقف طب يا نسمع ليش يعني ايه علاقة اللي بنعمله في عجلة صفار باني انا في نغمة عايز عين ترددها ببساطة خالص احنا النغمة دي الازم لا تألفها صح كده فاول حاجة نعملها نسمعها شوية كذا مرة طيب احنا لما نبتدي ندير عجلة صفار ايه اللي هيحصل هي بتبتدي اسنان التروس بتلامس صفيقة مارينة تمام؟ هتبتدي بتديني صوت الصوت ده طول ما انا بلف العجلة خلاص الصوت ده بيزين معايا فانعملها اسمع اقول لا مش هي دي لا مش هي دي لحد لحظة معينة وابتدي اقول ايه؟ بالضبط هي دي نغمة مماثلة للنغمة اللي انا اريد معرفة التردد طيب جميل وبعدين هنعمل ايه؟ هنقدر ازاين نعين تردد النغمة بالطريقة دي؟ ببساطة خالص انا وقفت عند لحظة معينة عند اللحظة دي ما لاقي ان فيه عدد دورات حدث صحي كده؟ خلال زمان معين وبالتالي انا كده كده اصلا عندي اسنان التورس ليها عدد من خلال المعلومات دي كلها نقدر نعين تردد النغمة من خلال العلاقة الرياضية القتي هنلاقي ان تردد الصوت بواسطة عجلة صفار يمكننا حسابه من خلال عدد دورات في عدد اسنان التورس على الزمن بالثاني بكده يكون اتضح لنا ايه فكرة ان احنا بنسمع النغمة لحد ما الازن تألفها وفكرة ان احنا بنبتدي ندير العجلة الى ان نتوقف في لحظة معينة عندما نسمع نغمة مماثلة وفي اللحظة دي بيكون عندي عدد دورات وانا عندي عدد اسنان للتورس وعندي زمن طبعا تم استغراقه خلال عدد دورات دي لكن سؤالنا ما العوامل التي يتوقف عليها درجة الصوت الصادر من عجلة صفار اول حاجة هتقول لي اكيد يا ميس سرعة دوران العجلة يعني ايه سرعة دوران العجلة تقول لي يا ميس يعني عدد الدورات الحادثة في زمن معين اتنين عدد اسنان التورس كلما زيدت سرعة دوران العجلة او عدد اسنان التورس هنلاقي ان بتزداد درجة تردد النغمة الصوتية الصادرة طبعا هتسبقني وتقول لي اكيد كده يا ميس علاقة تردية وقول لك بالضبط تعالوا ناخد مثال تطبيقه عشان تكون الامور اوضح لنا اخسب تردد النغمة الموسيقية المماثلة لتردد نغمة صادرة من عجلة سافور عندما تدار بسرعة 960 دورة في دقيقتين علما بأن عدد أسنان الترس بيساوي 30 سن يبقى عدد دورات هنا كام 960 في دقيقتين إيه الحل؟ تقولي أول حاجة مثل أنا هحسب الزمن بالسوين يبقى 2 دقيقة في 60 بيساوي 120 ثانية التردد بيساوي إيه من خلال عجلة سافور بيساوي عدد الدورات في عدد أسنان الترس على الزمن بالسان هنعود تعويض عادي جداً ونلاقي النتيجة تكون 240 هرتز بكده نكون انتهينا من أول خاصية من خصائص الصوت وهي درجة الصوت هنتنهي الخاصية الثانية وهي شدة الصوت نتساءل كده إيه شدة الصوت؟ أكيد هتورد لزهننا شدة الصوت يعني قوي أو ضعيف فعلاً شدة الصوت هي الخاصية التي تميز بها الأذن بين الأصوات من حيث القوة والضعف تعالوا نشوف مع بعض يعني كيف تقوص شدة الصوت إزاي بعبر عنها نجد أنه بتقوص شدة الصوت عنده نقطة ما بمقدار إيه بقى؟ الطاقة الصوتية الساقطة فين؟ عمودياً على وحدة المساحات المخيطة بتلك النقطة أكيد خلال إيه؟ خلال الثانية الوحدة نجد أنه نظراً لإتساء مدى شدة الأصوات اللي بيسمعها الإنسان طبعاً الإنسان بيسمعها صوت كثيرة جداً واختلاف الإنسان لآخر إن واحد يعتبر شدة الصوت دي مرتفع لا دا عادي لا دا دا قوي لا دا ضعيف طيب يا جماعة هنبتدي نعبر عن الكلام دا إزاي؟ بتدري اتفق العلماء أن نقدر نعبر عن مستوى شدة الصوت هنسميه شدة الضوضاء بمقياس الديسبيل لما نيجي نسأل ونقول ما هي وحدة قياس مستوى شدة الصوت أو وحدة قياس مستوى شدة الضوضاء بالضبط هتكون الديسبيل دلوقتي هنتنقل الجزئية المهمة وهي ما هي العوامل المؤثرة على شدة الصوت هنبتدي مع بعض نتعرف على خمس عوامل بتؤثر على شدة الصوت أو العامل المسايفة بين مصدر الصوت والأذن كلما كانت الأذن قريبة من مصدر الصوت فإن تأثرها بالصوت المسموع يكون كبيرا بسبب إيه؟ بسبب قوة شدة الصوت بالابتعاد عن مصدر الصوت تضعف شدة الصوت المسموع وهو ما يمكن إضاحه من خلال النشاط الآتي تقدروا أنتوا من نفسكوا تجربوا النشاط ده كيف أمام زميلك ألاز يصدر صوتا بنغمة معين؟ ابتعد عنه تدريجيا ماذا تلاحظ؟ طبعا هتقول لي تقل شدة الصوت المسموع أي يضعف تدريجيا كلما ازداد البعد بين مصدر الصوت والأذن كلام ده بنسميه تبعا لقانون التربيع العكسي في الصوت وليئي قانون التربيع العكسي في الصوت؟ قانون التربيع العكسي في الصوت فيه بتتناسب شدة الصوت عند نقطة ما تناسبا عكسيا مع مربع بعد هذه النقطة عن مصدر الصوت من خلال النشاط السابق ومن خلال حدثنا بشكل طبيعي فعلا كل ما بقى أبعد عن مصدر الصوت أكيد مش بقدر أسمعه بوضوح يعني بتقل شدة الصوت وبالتالي أنت تقدر تستنتج أن العلاقة هنا علاقة عكسية بس مين مع مين بقى؟ العلاقة بين شدة الصوت ومربع المسافة هي علاقة عكسية بمعنى لما نقول أن شدة الصوت تتناسب عكسي مع مربع المسافة بين مصدر الصوت والأذن شدة الصوت بتتناسب مع مقلوب مربع المسافة فيه تربيع وتمثل العلاقة بين شدة الصوت ومربع المسافة بين مصدر الصوت والأذن بالشكل البياني المقابل سؤال علل بيفضل الجلوس في الصفوف الأمامية عن الصفوف الخلفية في قاعات المحاضرات لأنه ببساطة أن كلما قلت المسايفة بين مصدر الصوت والأذن زادت شدة الصوت المسموع تبعاً لإباءة قانون التربيع العكسي في الصوت فكر معايا في بعض الحالات الأتاني ماذا يحدث عندما؟ زيادة المسايفة بين مصدر صوتي والأذن إلى الضعف تفتكروا إيه اللي ممكن يحصل؟ بالضبط هتقولي تقل شدة الصوت المسموع إلى الربع جميل حالة كمان زيادة المسايفة بين مصدر صوتي والأذن إلى ثلاثة أمثلها تقل شدة الصوت المسموع إلى التسعف ماذا يحدث عندما نقص المسايفة بين مصدر صوتي والأذن إلى النصر؟ هنلاقي أني بتزداد شدة الصوت المسموع إلى أربعة أمثال قيمته كده نكون انتهينا من الجزء الأول والعامل الأول وهو المسايفة بين المصدر الصوت والأذن هنتنيل جزئية ساعة اهتزاز مصدر الصوت نشاط بيوضح نشاط أثر ساعة اهتزاز مصدر الصوت على شدة الصوت الصادر منه إيه الخطوات؟ سبت إحدى طرفي مصدرها مارينة على حافة المنددة اجذب الطرف الآخر للمصدرها لأسفل ثم أتركه حراً الملاحظة أنه بيقل شدة أو بيضعف الصوت تدريجياً حتى ينعدم عند تواقف المصدر عن الاهتزاز نقدر نستنتج إيه؟ أنه بتقل أو بتضعف الصوت تدريجياً كلما قلت ساعة اهتزاز مصدر الصوت صح كده؟ يعني في الأول بيكون الصوت قوي لأنه بتكون ساعة الاهتزازة كبيرة صح كده؟ لكن لما بمرور الوقت ساعة الاهتزازة دي بتقل إلى أن يتوقف مع أن ساعة الاهتزازة بتقل بنلاقي أن شدة الصوت بتقل أو الصوت بالنسبة لي بيضعف من خلال النشاط السابق نقدر نستنتج حاجة مهمة جداً أن شدة الصوت بتتناسب طردي مع مربع ساعة اهتزاز مصدر الصوت ويمكن تمثيل العلاقة من خلال المنحنة اللي قدامنا شدة الصوت ومربع ساعة اهتزاز مصدره نجد أن العلاقة طردية زي ما هو واضح قدامنا سؤال ماذا يحدث عنده؟ خلينا في الأول نبص للشكلين اللي قدامنا طبعاً الشكل الأول واضح أن ساعة الاهتزاز أكبر من ساعة الاهتزاز في حالة الشكل الثاني وبالتالي سؤالنا ماذا يحدث عنده زيادة ساعة اهتزاز مصدر صوتي إلى الدعف؟ تتوقع إيه؟ تقولي تزداد شدة الصوت الصادر إلى أربعة أمزال قيمة طيب والعكس بقى لو نقص ساعة اهتزاز مصدر صوتي إلى النصف بالضبط تقل شدة الصوت الصادر إلى الربع وبكده نكون انتهينا من عاملين من العوامل التي تؤثر على شدة الصوت يلا بينا مع فقرة أكد فهمك أدهرت عجلة صفار بمعدل 120 دورة في الدقيقة بملامسة الصفيخة المرنة لأحد التروس أصدر صوتاً تردده 100 هرتز فما عدد أسنان التروس المرة دي هو عايز عدد أسنان التروس تمام هو مديني الزمن بالثانية هنحسبه بالثانية هو واحد دقيقة هنحسبه بالثانية هيبقى 60 ثانية هنقدر نستنتج عدد أسنان التروس من خلال العلاقة الرياضية إن الزمن في التردد على عدد الدورات هنعود تعويض عادي جداً هتبقى 100 في 60 على 120 وهتكون النتيجة 50 سن السؤال كمان أكتب النصالها العلمي أدال على كل عبارة من العبارات الآتية القانون الذي ينص على أن شدة الصوت عند نقطة ماتة تناسباً عكسياً مع مربع بعد هذه النقطة عن مصدر الصوت بالضبط قانون التربيع العكسي للصوت رقم 2 واحدة قياس مستوى شدة الصوت شدة الضوضاء هي الديسي بيل وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم شكراً جداً لحسن متابعتكم كان معكم نرمي نادي استشاري تنمية مهنية مستمرة بالوزارة شكراً جداً لحسن متابعتكم شكراً جداً لحسن متابعتكم